السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم من كتاب اللغة العربية للصف الثالث بداية سوف نقوم بقراءة النص ثم طرح أسئلة الاستماع لدرس الذهب والتراب هيا استمعوا جيدا الذهب والتراب يحكى أن أخوين أرادا أن يتقاسما ثروة أبيهما بعد وفاته فاختار الصغير الذهب وأخذ الكبير الأرض بعد مدة من الزمن جاء الأخ الصغير حزينة فقد أنفق كل الذهب وقال لأخيه ما بقي معي من الذهب شيء أخرج الأخ الكبير كيسا وقال أترى هذا الذهب؟ إنه من تراب الأرض في كل مرة أزرع أرضي وأعتني بها أحصل على المال فأشتري ما يلزم من ملابس وطعام وأحتفظ بما يتبقى ندم الأخ الصغير لكن أخاه شجعه على العمل في الأرض وقال له هيا نعمل ونكسب رزقنا الكريم من أرضنا الطيبة حسناً يا أصدقائي هيا ننتقل لحل السمع للذهب والشراء السؤال الأول ما سبب حزن الأخ الصغير؟ الإجابة